الثقب في الأذن يسمى الخرط والجمع خروط هذه أذن ذات خروط نرى خرطا في شحمة الأذن في الأسفل ونرى خرطا في صرصور الأذن يسمونه صرصورا القدماء عندنا سموه وتدا وهو هذا الناتئ في الأذن المقابل للصدر ونرى خروطا في غضروف الأذن أحدها في الوسط وهو الذي على شكل خاتم ويصل إلى صحن الأذن قد سموا هذا التجويف في الأذن الصحن وسموه المحارة والصدفة نقول هذه أعمال الشغب وأعمال الشغب الكوفيون أجازوا تحريك الحرف الأوسط من الثلاثي إذا كان حرفا حلقيا نقول بحر وبحر نهر ونهر صخر وصخر شعر وشعر شغب وشغب لكننا لا نقول مثلا صبر وصبر لأن الباء ليست حرفا حلقيا بل شفايا بل شفاهيا المتشددون يصرون على وجه واحد للصواب أحد هؤلاء العلامة مصطفى جواد ولا نغمط مصطفى جواد حقه فهو من كبار العارفين باللغة غير أن كتابه ذا الجزئين قل ولا تقل فيها عشرات المواضع التي لاقت ردودا من عارفين آخرين صوبوا ما خطأه في بلادنا يقولون عن كتب الكتاب الملاك والأفصح الإملاك في السعودية الملكة أما الملكة فهي إليزابيل والملكة هي الصفة الراسخة التي ملكت النفس ملكة في الزواج ملكة على العرش ملكة موهبة اكتساب لغات عديدة هي واية كجمع الطوابع لكنها أيضا ملكة فيما أحسن التعمق في لغة بعينها شيء أصعب نمضي في فقرتنا التي خصصناها لأسرار العربية نريد أن نتعمق في لغتنا أحسن الناس علما وخلقا في البلد هم النخبة ونقول أيضا النخبة نقول السياحة نعشت البلاد ونقول أنعشت البلاد نعش وأنعش الصحيحتان عن ابن فارس وابن سيدة أنعش بالهمز تميمية ونقول هي تخمة وتخمة وهي الإحساس بالكذة عندما تأكل لقما زائد على سبيل الطفاسة فإن توقفت معدتك عن العمل وجل لك العرق فهذه البشمة السعة والسعة صحيحتان وبهما قرئ ولم يؤته سعة من المال لا نقول هذه معلومة خاطئة بل هي معلومة خطأ الخاطئة هي التي ارتكبت خطيئة والخاطئ كذلك إذا نصبت الفاعل فأنت مخطئ وإذا نصبت على العمال وأكلت عليهم أجورهم كما يفعلون في بعض المؤسسات فأنت خاطئ ترجمة نانسي قنقر